تحت شعار لنعيد الحياة لغاباتنا نظمت أوريدو الجزائر بتعاون مع الجمعية الوطنية للعمل التطوعية أكبر عملية تشجير في بلدية مقلعة بولاية تيزيوسو هذه العملية التي نظمناها اليوم ببلدية خليلي دائرة مقلعة ولاية تيزيوسو تدخل ضمن النشاطات المجتمعية لمواسس توريدو ضمن النشاطات التي تتعلق بحماية البيئة وتوعية الشباب كذلك على الثقافة الخضراء فهذه المنطقة تضررت بالحرائق خلال السنتين وماضيتين مبادرة تهدف حسب القائمين عليها إلى الحفاظ على البيئة وإتاحة الفرصة لسكان المنطقة لإعادة الحياة لأراضهم عبر زرع مئات أشجار الزيتون نحن نرى في عملية إعادة بعث الحياة هذه القطعة يعني قطعة لخواص لسيدة فلاحية تمارس فيها الفلاحة الجبالية أي غرص الأشجار المثمران وعلى وجه الخصوص شجرة الزيتون العملية ككل عندنا 1200 شجرة 1200 شجرة توزع على 72 مستفيد هذه عملية أولية وعندنا إن شاء الله عملية واحدة أخرى من أجل إعادة الغطاء النباتي وإعادة التشجير وأيضاً من أجل مكافحة تغيير المناخي اليوم لرى مسجع المناطق عملية التشجير تعتبر من المبادرات التضامنية والرامية في نفس الوقت للحفاظ على الإرث الغبية الذي تسخر به الجسائر ترجمة نانسي قنقر